موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إخوتي أخواتي أيها المؤمنون أيها الموالون يا شيعة أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية وصلنا إلى إنزال الميت في قبره وقلنا توجد مستحبات أنه إذا وضع الميت في قبره يستحب إنزاله بهدوء ويستحب أن يجعل له وسادة لرأسه وأن يوضع تحت رأسه مولانا الكريم يخلون تحت رأسه تربة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبعض المستحبات التي ذكرناها إلى أن وصلنا إلى التلقين التلقين يلقن الميت في قبره يذكر طبعا التلقين ثلاث مرات يلقنون الميت ثلاث مرات يلقن الميت المرة الأولى مولانا يلقن المرة الأولى يلقن الشهادتين وين؟ عند الاحتضار إذا قاعد يحتضر يلقنون الشهادتهم يلقون هذا التلقين أسأب بعض العلماء يقول حتى في التقسير مستحب أنه في حال التقسير إذا غسله واحد يلقضه والتلقين الثاني في القبر الذي الآن نحن نتكلم في صدد الكلام عنه والتلقين الثالث الذي هو أهم تلقين الثالث هو أهم من تلقين داخل القبر التلقين إذا فارقه الناس إذا كل الناس طلعت أو راحت يجي الملقن فيلقن على القبر ذاك مدفون إلقن هو في القبر ذاك على القبر إذا تركه جميع الناس التلقين تذكير إلى الميت تذكير إلى الميت لأن الإنسان إذا رأى ملك الموت وإذا رأى شدة الموت ينسى كل شيء ينسى اسمه ينسى اسم أمه اسمه أبي ينسى كل شيء لا يتذكر شيء لكن المؤمن يتذكر عند التلقين وغير المؤمن لا يتذكر لو لقنوه ألف مرة بعد واضح مولانا ينزل الملقن فيلقنه هذا التلقين هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القيد الثاني يقول له إذا أتاك الملكان المقربان اسمع وإفهم يا فلان ابن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك هذا القيد الثاني القيد الثالث يقول له أسمع وأفهم يا فلان ابن فلان أن الله سبحانه وتعالى نعم الرب وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن علي والأئمة من ولده نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن علي والأئمة من ولده حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير في القبر حق وأن النشور حق وأن الصراط حق وأن تطائر الكتب حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم يدعو إلى الميت في القيد الأخير اللهم جاء في الأرض عن جنبه ولقيه منك برهانا اللهم عفوك 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 إلى آخر التلقين يلقن الميت هذا التلقين هزون من كتفه مولانا ويلقن من بعد التلقين يشرج عليه الحجر يخلون علي حجر مولانا الكريم بعد ذلك يحثى عليه التراب يهال عليه التراب الأفضل من المستحبات أن التراب يكون بظاهر الكف يعني هذه الحالة يهيلون علي التراب يدفنونه الناس المؤمنون مولانا يهيلون علي التراب هكذا مكروه هكذا مكروه أيضا بالمسحات بالشبل مثلا بالمسحات كذا هذا بكراهية بعدين من أشد الكراهية مولانا مكروه أن أقاربه يدفنونه يهيلون علي التراب الأقارب ابنه أبوه مثلا أهله أقاربه ابن عمه ابن خاله ابن خارته هذا بكراهية يهيلون علي التراب لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي بقساوة القلب حثوا تراب الأقارب عليه هذا مولانا يأتي لهم بقساوة القلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في تشيع جنازة وفي دفن جنازة شاف لشاب قائد مولانا هي للتراب على الميت قال له ما يكون لك الميت قال له أبي قال له قم فإن الله يجعل فإن هذا العمل يجعل قلبك قسية هذا حثو التراب يأتي بقساوة القلب الأفضل أنه ليه للتراب عليه خل غيره هي للتراب عليه وضع مولانا يحثى عليه التراب يخلونا مولانا هنا ما هو عمل الميت الميت يركض من مكان إلى مكان روح الميت تركض إلى أقاربها إلى أحبائها يخاف من القبر مولانا زين إلى أن يخلصون إذا واروه التراب يستحب رش القبر بالماء شايفين مولانا إحنا شيعة طبعا غير شيعة ما عدم الكلام هذا يجيبون ماء مولانا الكريم يرشون القبر بالماء بالأخص أول رشة زين أكو روايات بس توجه لي أفصل لك الروايات أكو روايات تقول من بعد الدفن بلا فاصلة هاي الرشة بس مؤثرة بس أول رشة للقبر أكو روايات تقول من أول رشة من أول يوم إلى أربعين يوم خلال أربعين يوم ترشي القبر بالماء إلى أثر بعض الروايات تقول لك كلما جئت إلى القبر فرش القبر بالماء فإن له الأثر شنو أثره؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام ما دام القبر وتراب القبر رطبا يعني مبلل رطب مولانا الله يرفع العذاب ويهون العذاب على صاحب القبر بالأخص مولانا أول رشة شلون؟ الإمام الرضا عليه السلام يعطينا كيفية رش القبر بالماء هكذا رش القبر بالماء يقول الإمام الرضا عليه السلام تبدأ من رأس الميت ما هذا القبر؟ تبدأ من الرأس واذا مولانا؟ تبدأ من الرأس ترشي الماء على الدور دور القبور بعدين توصل إلى الرأس دور كامل وما تبقى من الماء يراقون في وسط القبر يرشون الوسط وسط القبر مولانا هاي من المستحبات من المستحبات رش القبر بالماء مولانا العزيز والكريم زين؟ ايه تركونا أهله؟ تركوه أهله شي سوى مولانا؟ يركض يركض إلى آخر شخص إيه اللي حقه يركض يقول الإمام الصادق فإذا ابتعد الأقارب منه سابع خطوات إذا ابتعدوا سبع خطوات يبتعدون مننا مولانا وإذا بجار يجر الروح إلى القبر بجار يجره إلى القبر إلى الجسد أين المفر؟ أين؟ أنتوك مجال سبعين سنة تركض بالدنيا ما سويت عمل صالح ستين سنة عشت بالدنيا ما سويت عمل صالح لا صلاة ولا عبادة ولا 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 كلها تركتها هناك بعض الناس تركوا تركوا العبادة وتمسكوا بالذنوب والمعاصي وتبعوا الشيطان والشهوات الآن يركض وراء أهله إلى أين؟ وين رايح؟ انقطع عملك انقطع عملك عن الدنيا خلص استقرارك ومكانك الآن في قبرك أين المفر؟ وإذا بجار الإمام الصادق يقول وإذا بجار يجر الروح إلى الجسد داخل القبر يدخل داخل القبر يمتثر داخل القبر هذا القبر يسمون عالم البرزخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مات الإنسان قامت قيامته هذه تسمى القيامة الصغرى القيامة الصغرى يبقى أول ليلة الله لا إله إلا الله إن أصعب ليلة دخل الأصحاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رسول الله يتسبب عراقا وقد تغير لون وجهه نراك قد تغير لون وجهك يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله قال تذكرت ليلة أول القبر فوالذي نفس محمد بيده لأصعب ليلة وأخوف ليلة وأشد ليلة على الإنسان ليلة أول القبر اذكروا أمواتكم في هذه الليلة الليلة الأولى من القبر صعبة عليه جداً صعبة عليه صعبة كثيراً عليه مولانا لا يطيقها في الليلة الماضية كان بين أهله بين أصحابه بين إخوته في بيته يمشي ويذهب إلى ما يريد الآن في لحظة واحدة وإذا هو داخل القبر في مكان ضيق صعب عليه مظلم صعب عليه جداً صعب عليه مولانا ما يقدر يتحمل هذا غير المؤمن طبعاً هذا الكلام عن غير المؤمن عنك أنت لا أنت الموالي أنت الشيعي الله يفرج عنك بولاية علي بن أبي طالب بحب الحسين نحن غير حسين ما عدنا وسيلة نحن غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هو يتشفتها ثجيلة لغير المؤمن نعم صعب لك أنت المؤمن يا خادمة الزهراء يا خادمة الحسين لا الله يرحم حج جزائر لا تقولون الشيخ اللي يتكلم ترهيب وخوف لا عم نحن ما ردنا نخوف زين الموت مو خوف الموت نقلة من حالة إلى حالة لكن بعض الناس يمر على هذه الحالة بشدة وأكو ناس مذلق لا أنتم الموالون أنتم المؤمنون لا براحة الإنسان لا يحس بذلك كنزع ثياب وسخة ولبس ثياب طاهرة نظيفة مريحة الله يرحمك يا حج جزائر حج جزائر كان يمشي شاعر من شعراء من الشعراء شعراء أهل البيت يمشي مشيا على الأقدام إلى الحسين يأتي إلى كربلاء ونحن في كربلاء يأتي إلى كربلاء إلى كربلاء الحسين إلى وطن الحسين ويمشي ويلطم على راسه جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينا بقالة وميسرينها ويبشي هاي القصيدة إله جينا ننشد كربلاء مضيع ويبشي يبشي حج جزائر ينشد الشعر يلطم يمشي للحسين مات حج جزائر لما مات حج جزائر إجا في منام ملا علي التركي الله يرحم ملا علي التركي شاف حج جزائر قاعدت حلوة قل لي حج جزائر قل لي بلى قل لي أنت خدمت الحسين أو بيتيت على الحسين أو لطمت على الحسين يعني أعطيت كل شيء كل جهدك للحسين الحسين وصل لك في القبر أم لا في الليلة الأولى وصل لك لولا أجابه ببيت من الشعر قل لي حسين أبو السجاد ما يرضبها ضمنه حسين أبو السجاد ما يرضبها ضمنه بوجود النار ما تحرقع ضمنه قل لي والله لما وضعوني في قبري رأيت نور الحسين يشع إلى عنان عنان السماء إلى عنان عرش الله جل وعلا وأخذ بيدي وأدخلني جنة كلها بساتين كلها أنهار كلها راحة لم أرى أثر من الظلام ومن الوحشة والغربة ومن القبر أصلا ببركة الحسين نحن غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هو يتشفتها ثجيلة أنا أتكلم على ذاك البعيد أتكلم عن ذاك صاحب الوحشة صاحب الغربة صاحب الضيق اللي ما عنده حب هذا الرجل ما عنده حب الحسين ما عنده حب الزهراء ما عنده حب الحسن ما عنده حب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وإذا بجار يجره في قبره أصعب ليلة عليه الليلة الأولى من القبر كلش صعب عليه جداً صعب عليه وحيد فريد لا أهل لا عشيرة لا مال ما حد يسمعه ما حد يمه بحده لا يفيده شيء إلا عمله بس العمل عملك يا صاحب العمل تزودوا فإن خير الزاد التقوى التقوى اللي تفيد هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا شباب أخي أختي آبائي أجدادي أمهاتي أهلي مولانا الصلاة تفيدك هنا الصوم يفيدك مولاي عمل الصالح يفيدك الذنوب المعاصي تتبدل إلى حيات وعقارب وإذا ظلم في القبر يزيد الظلام ظلاما يزيد الوحش وحشة يزيد الضيق ضيقا عليك بالعبادة عليك بالتقوى بالأخص في أيام الطاهرة مثل شهر رمضان المبارك تزودوا فإن خير الزاد التقوى الليلة الأولى من قبره أكو أمور تسهل عليه مثل صلاة الوحشة يستحب أن يصلى إلى المي صلاة الوحشة في الليلة الأولى يرجعون الأهل يصلون ركعتين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مستحب بين صلاة المغرب والعشاء يصلون ركعتين يقلون صلاة الوحشة أصلي ركعتين صلاة الوحشة قربة إلى الله الله أكبر يقرأ الحمد الركع الأولى من بعد الحمد عشر مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر الثاني من بعد الحمد يقرأ آية الكرسي مرة خلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن يرتفت يمين وشمال يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى روح فلان يجيب اسمه اسم الميت إلى روح مهدي آني ورحمة الله ورحمة الله يقول الإمام الصادق يبعث الله إلى قبر الميت سبعين ألف ملك ينيرون قبره يوسعون له القبر ويرفع عنه الوحشة والغربة زين واحد يقول شيخنا الآن أنا بالوصية أنا كاتب وصيتي طبعا الوصية من المستحبات أن الإنسان يكتبها دائما جاهزة أنا واحد كاتب وصيتي في الوصية أول ما كاتب أنا مهدي ابن فلان ابن فلان إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن الحسن والحسين لآخر الأيما أعدهم بعدين أجي مولاي كل الوصية أكتبها أكتب أكتب أردفني فلان مكان مثلا فلان يطلبني فلان ما يطلبني أطلب فلان كذا عندي رد مظالم عندي صلاة عندي صيام أكتبها من جملتها ما كتبت في أول الوصية كتبت صلوا إلي وصلوا علي صلاة الوحشة أحتاج إلى صلاة الوحشة صلاة الوحشة مهمة للغاية اكتب الوصية وصي أهلك وصي أقاربك بصلاة الوحشة زين واحد يقول لي شيخنا أنا ما أحد يصلي لي أنا ما أحد يصلي لي أخاف ما أحد يصلي لي أنت بيك خير صلي نفسك شلون يقول الإمام الصادق عليه السلام من صلى لأربعين مية صلاة الوحشة أربعين مية صلي لهم صلاة الوحشة سمعت أن فلان ما تصلي له تعرفه ما تعرفه صلي له سمعت أن فلان ما تصلي له فلان أنت ذكر ما يفرق من صلى لأربعين مية صلاة الوحشة يموت ولا يحتاج إلى صلاة الوحشة كأنما هو مصلي لنفسه كأنما هو مصلي لنفسه شوف صلاة الوحشة مولانا هذه مهمة هيتهون عليه وحشة القبر في الليلة الأولى من القبر هذه الليلة صعبة عليه جدا صعبة بينما هو كذلك إذ ينزل إليه ملكان للإنسان الكافر المشرك الغير مؤمن ينزلوا له منكر ونكير ينزلوا له وللإنسان المؤمن بشرى وبشير وهذا مرانا أو مبشر وبشير ينزلوا له منكر ونكير لغير المؤمن هذول يأخذوا به بشدة واحد أكبر مقام من الثاني يجل الإمام الصادق عليه السلام ينطي أوصاف لهم نحن ما نذكر أوصافهم ينطي أوصاف لهم لهما النزلون يوصلون إلى الميت لهم وقع العمام الصادق عليه السلام يقول الأول يصرخ عليه صرخة إذا كان منكر ونكير طبعا لغير المؤمن المؤمن لا يصرخ عليه صرخة لو سمعها الثقلان لماتوا من شدتها يسألونا ربك نبيك كذا أي وحدة وحدة يسألونا مولانا يسألوه عن ربه عن نبيه عن كتابه عن قبل إلى آخر شيء مولانا بعضهم من يجيب بعضهم لا يجيب يفتحوا له رأس باب من رأسه وباب من رجله باب من رأسه وباب من رجله إذا أجاب إذا أجاب يدفعوهم من رأسه هيك شيء يدفعونا من رأسه يطيع على رجله يسقطوا على رجله في جنة البرزخ يسقطوا على رجله في جنة البرزخ وإذا ما أجاب يدفعوهم من رجله يسقط على رأسه في نار البرزخ إذا عرفنا أكو جنة تسمى جنة البرزخ وأكو نار نار البرزخ هسا أنا أذكرهم إليك إن شاء الله اسمعني الآن إحنا دائما نوصي بالصلاة على محمد وآل محمد دائما العلماء أهل البيت وصوا دائما أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد كلش مهم رجل دائما إذا خاف قال اللهم صلى على محمد وآل محمد إذا فرح صلى على رسول الله إذا حزن صلى على رسول الله رادي طلع من بيته يصلى على النبي رادي قعد يصلى على النبي رادي قوم يصلى على النبي كل شيء ظل سنين يصلي على رسول الله إلى أن مات لما مات أجل في منامي ولده الكبير قال له أبه قال له بلى قال له ماذا رأيت قال له أبه مررت في قبري وأنا في قبري إذ نزل إلي ملكان مخيفان أخافوني وأهالتني هيبتهما مهيبين مخيفين ولا نخوفوني قال له ماذا صنعت قال له سألني أحدهم من ربك فمن شدة خوفي قلت اللهم صلي على محمد وآل محمد يقول بمجرد أن صليت على محمد وآل محمد وإذ فتحوا باب من رأسي باب من رجلي دفعتني يد دفعتني يد من رأسي سقطت على رجلي في جنة كبيرة كلها أنهار وأثمار وأشجار ونعمة زي مولانا الصلاة على محمد وآل محمد مهمة للغاية إن شاء الله في الحلقة الآتية سنذكر لكم جنة البرزخ ونار البرزخ ونذكر لكم البابين الذي يفتحان في القبر من الرأسي والرجلين إن شاء الله تعالى ترقبونا إن شاء الله في الحلقة الآتية بحول الله وقوة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى